ثراؤها من ثراء أسمائها قبلة العشاق مدينة الأحلام بلد الهوى والهوى مدينة العلم والعلماء هي إحدى المدن التي ثراؤها من ثراء اسمها فتغير المصطلحات التي عبرت عن هذه المدينة يدل على ما تحمله من مكنونات تاريخية كل جسر منها يرمز إلى حقبة تاريخية فاستحقت أن تلقب بمدينة الجسور المعلقة بعض منها يعود إلى فترات غابرة كالفترة الرومانية طبعا قبل الفترة الإسلامية كذلك أيضا فترة إسلامية فترة العثمانية على غير ربط هي نسيج من الحضارات المتعاقبة ومدينة بألف وجه نسجت ثوبا حضاريا بالغ الجمال أن نتمكن من الوصول إلى المكنونات التاريخية التي تملكها هذه المدينة إلا أن المراجع التاريخية كثيرة وثارية جدا والتي تعبر عن كل ما تحمله المدينة فلذلك هي أسطورة فهي بوابة لكل الناس الذين يحبذون التنقل بين سفوح الجبال واكتشاف أحسن وأجمل المناطق التي تملكها المدينة ترجمة نانسي قنقر